التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ويهدف اللقاء متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مصاري الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرنامج الوطني لإصلاحات الهيكلية فضلا عن متابعة تطورات مؤشرات النتج المحلي والاستثمرات العامة خلال العام المليء الماضي وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستشاري وإفسير المجال للقطاع الخاص فضلا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وجهد حجد التمويل من أجل التنمية